السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أندس حسام من كناة حسام ميرة للرديوات بإذن الله ما وعدنا النهاردة في حل تمارين 6 رياضة تطبيقية التي تعتبر على الدرس الأول في الهندسة الفراغية لطلاب الصف الثاني السنوي علمي فقط زي ما تفانى أن الدروس رياضة تطبيقية خاصة بطلبة علمي فقط انتهينا من أول خمس دروس كانوا خاصين بفرع الليستيكة وحللنا تمارينهم بالكامل وهنبتدي دلوقتي من أول تمارين 6 اللي هو الدرس الأول في الهندسة الفراغية وزي ما وضحنا في فيديو الشرح هندسة الفراغية عبارة عن أربع دروس المستقيمات والمستويات في الفراغ ثم درس الهرم ثم درس المخروط ثم درس الدايرة درس المستقيمات والمستويات في الفراغ من أهم الدروس لأنه هي مدخل فرع الهندسة الفراغية بتاعك لو فهمتوا كويس جدا جدا هتفهم فكرة الفراغ أنصحك تشوف في فيديو الشرح هتلاقي موجود في قيمة التشغيل بأمر الآن لو انت أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعزه رؤية جرس وتضع تلايك تشاري الفيديو طبعا عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتد كالعادة لو محتاج منازم الشرح الخاصة بيها كل اللي عليك هتبعت رسالة واتس على الرقم اللي موجود في وصف الفيديو يبعت الرسالة هيقول لك كل تفاصيل الملازم ويبعت لك عينة منها بحيث تبقى مطلع عليها قبل ما تشتريها بأمر الله درس المستقمات والمستوات في الفراغ زي ما وضحناه في فيديو الشرح اللي استفادنا في الشرح بتاعه الحمد لله ان الدرس ده الحل بتاعه هنا مهتمد على فهمك مش مهتمد على حفظ فانصحك تشوف فيديو الشرح عشان تبقى فاهم الدنيا فيها ايه كنت انا عامل من السنة الفاتد فيديو تلخيص مهم جدا جدا هيشتغل قدامك دلوقتي هضيف لك الفيديو ده عبارة عن تلخيص الدرس كده فيه خلال عشر دقائق او اتنشر دقيقة بالضغط وبعد كده هنبتدي في حل التمارين لان يعتبر التمارين انا مسلا اقول لك عدد المستقمات اللي هتتمره بنقطة معلومة عدد لانها انت استفدت ايه لازم تبقى فاهم المعلومة يا باش مهنس خلاص فانوقف الفيديو دلوقتي تشوف فيديو التلخيص اللي انا عامله لك دلوقتي وبعد كده هنحل اسئلة الاختر وبعد كده هحل لك الاسئلة المقالية في نهاية الفيديو فيديو النهاردة مش هنقسم الاختر المقالي لا هنحل كله مع بعض بامر اللي وقف الفيديو دلوقتي شوف التلخيص بعد ان نرجع نحل التمارين مع بعض تاني لو انت فاهم الدرس كويس جدا خش على حل التمارين اعمل اسكيب للجزء ده وابدأ بحل التمارين على طول بالنسبة لنا انا عندي ثلاث حلاب بالنسبة للنقطة يبقى انا هقسم دلوقتي الفيديو بتاعي اول حاجة بالنسبة لنقطة خلاص ماشي النقطة الواحدة دي عايز اعرف بيعدي بها كم مستقيم وبيعدي بها كم مستوى تمام تمام انا احط نقطة اهو مفيش ادنى مشكلة تمام تيجي نشوف بيعدي بها اقام اه خط مستقيم ما انا عايز افهم مش عايز اقول لك الاجابة على تقول لاني محس بصراحة كده ان انا ما في التكش يعني بقول لك الاجابة مثلا عدد دي عايز ما في التكش فلازم تفهم تمام دي النقطة بتاعتي صح تمام تعال كده بها عشان ايه نوضح الدنيا شوية لو انا رسمت كده ايه خط مستقيم اهو ادي واحد لو انا جيت رسمت واحد تالي ادي اتنين لو جيت رسمت واحد تالت ثلاثة صح؟ بجيت رسمت واحد رابع اربع فضل ترسم ده عدد لانهاء زي الدايرة فكرة الدايرة انا بالنسبة للدايرة دي عدد لانها هي من النقط تمام يبقى انا بالنسبة لبالنسبة النقطة بيمر بيها كام خط مستقيم اقول له عدد ايه؟ لانهاء حلو نفس النقطة اهو احنا نكملين في النقطة بيمر بيها كام مستوى طيب معلش يا مش مهندس هو ايه تعريف المستوى؟ بيقول لك ان هي مجموعة من النقطة غير منتهية بتمثل سطح مالوش حدود تمام طيب بالسطح اللي مالوش حدود ده انا اعينه ازاي؟ هاعرفه ازاي طالما هو مش له حدود؟ بيقول لك عينه بثلاثة نقطة ليست على استقامة واحدة تمام فاحنا عشان المستوى ده بالنسبة لكبير جدا فانا عايز حد المستوى صغير يعني مثلا لو انا قلت المربع ده بالنسبة لمستوى طب ليه؟ معايا تلاث نقطة هم وليكن التلاث نقطة دول ليست على استقامة واحدة فيعينوني ايه يا مش مهندس يعينوني مستوى؟ لو انا مثلا بصيت على القلة الحاسبة دي الحرف بتاعتها او الحدود بتاعتها اللي هي بره دي تعاين لي مستوى الشاشة دي بتاعين لي مستوى الزرار الصغير ده مستوى جزء من المستوى كبير اللي هو القلة فاهمني؟ مثلا مكان الشحن بتاع الطاقة الشمسية ده بالنسبة لي برضو مستوى فعشان انا بحدد المستوى بحدده باي طلت نقطة ليست على استقامة واحدة يعني دي ودي ودي تمام بالنسبة للزرار نفس الفكرة تمام ينبقى احنا الوقتي دي النقطة بتاعتها، عايز اعرف بيعاد بيها كم مستوى او بعين بيها كم مستوى والله писال مهندس احنا قلناSA المستوى بيتعاين بطلت نقطة ليست على استقامة واحدة فلا ممكن والله писال مهندس ارسم مستوى أعطيه بهذا ممكن بنفس الطريق ارسم مستوى عامل كده خلاص ممكن ارسم مستوى عامل كده ممكن ارسم مستوى عامل كده كذا حاجة بالنسبة لي فلو فضل ترسل مننا البكرة برضو يبقى عدد لا نهائي من ايه من المستويات يبقى تلخص النقطة بيعدي بها عدد لا نهائي سواء مستقيم او سواء ايه مستوي يعني بيجي لك السؤال ازاي عدد المستويات التي تمر بنقطة عدد لا نهائي عدد الخطوط المستقيمة اللي بتمر بنقطة عدد لا نهائي تمام كده خلصنا من النقطة تعال نخش اللي بعدها اللي هي ايه مقطة ايه زي الفل معي نقطتين تمام? عايز اشوف النقطتين دول هيعد بهم كم مستقيم والله يا باشمهاندس انا هوصل كده اهو ده مستقيم تعرف ترسمنه مستقيم تاني لو جيت ترسم مثلا مثلا مستقيم تاني كده هنا كده هتلاقي بيعدي بواحدة طيب واحد تاني هنا كده بيعدي بواحدة بس لأنا عايز يعدي بالنقطتين فيبقى بالنسبة لايه؟ مستقيم واحد زي الفل طبل وانا معي نقطتين وعايز اعرف بيعدي بيهم كم مستوى. احنا عرفنا لو نقطتين بيعدي بهم ايه? مستقيم واحد. تمام. بالنسبة للمستوى احنا قلنا تلات نقطة ليست على استقامة واحدة يعينوا لايه المستوى? تمام. لو انا جيت مثلا زبطت النقطتين دول كده مهم مهم. تمام. وعايز ارسل مستوى بالنسبة لي والله يا شمهندس ادي. مستوى. صح? تمام. ممكن ارسل مستوى تاني? اه. ادي. مستوى. تمام. تعرف ترسم مستوى تالت? ايه? ادي. مستوى. تعرف ترسم واحد وخمس وسادس وسابع وتامد. عارف زي ايه? زي الكتاب. لو انت مسلا فتح الكتاب. او دي مسلا ورقة رسم البيانات. تمام? بص. ده بالنسبة لي كده النقطتين. وليكن هنا كده. تعال نحدد النقطتين منهم. خلاص? طيب. مش هما بيعدي بهم مستوى اللي يا الصفحة الاولى دي? اهي. وبيعدي بقى مستوى تاني اللي يا الصفحة الثانية دي? اه. ولو في ورقة تالتة او رابعة برضو بعدي. يبقى عدد لا نهاية بالنسبة لي بيعدي بالنقطتين دول فييبقى بالنسبة لي. لو في النقطتين بيعدي بالنسبة لهم عدد لا نهاية من ايه? من المستوى. خلاص? اتفقنا على كده? تمام. ب Pewعرفنا النقطة وعرفنا ايه? النقطتين. تمام. تعال بقى نشوف التلات نقط تمام الوقت يا بش مهندس لو انا معي تلات نقط لهم حالتين ممكن يكون التلات نقط دول على استقامة واحدة وممكن يكونوا ليسوا على استقامة واحدة تمام تعال نشوف لو التلات نقط دول على استقامة واحدة اهو على استقامة واحدة يبقى بالنسبة لي بيعدي بهم كم خط مستقيم كم خط مستقيم عدى بهم والله يا واحد يا بش مهندس بس تعرف ترسم لخط مستقيم تاني يعد بالتلاتة لا. يبقى انا بالنسبة لي خط مستقيم ايه? واحد. تمام. طب لو انا رسمت تلت نقط على استقامة واحدة ايه. طي عرف تقول لي بيعد بيهم كم مستوى? تما هي بالزبط شبه النقطتين. ليه? طب ما انا هاجي ارسم مثلا مستوى عامل كده. اهو. هتقول لي يا باش مهندس لا ده دول عدهم بنقطتين بس. هقول لك لا. ما ده يعتبر حرف بالمستوى. طالما حرف المستوى يبقى معد بالتلت نقط ده. تمام. لما اجي مثلا ارسم واحد تاني بالشكل ده كده. ما ده برضو يعتبر حرف او ضلع للمستوى برضو معد بالتلت نقط. يبقى بالنسبة لي التلت نقط شبه النقطتين جدا. فيبقى بالنسبة لي برضو عدد ايه? لا نهائي. اتفقنا. تمام. يبقى احنا كده شرحنا اوضاع النقطة واخلصنا منها خلاص. النقطة بالنسبة لي يعدي بها عدد لا نهائي من المستقيمات وعدد لا نهائي من المستويات. النقطتين مستقيم واحد وعدد لا نهائي من المستويات. التلت نقاط مستقيم واحد برضو وعدد لا نهائي من المستويات ده بس دي في حالة ان هما ايه على استقامة واحدة تمام تعال بقى نشوف اخر حالة بالنسبة لنا لو التلت نقاط دول ليسوا على استقامة واحدة يعني واحدة هنا كده واحدة هنا واحدة هنا تمام تعرف ترسم لي اي خط مستقيم يمر بالتلاتة لا ده انا لو رسمت واحد كده هيمروا كده لو رسمت واحد كده هيمروا باتنين فدايما اي مستقيم هيمروا باتنين بس صح? فيبقى بالنسبة لي صف. يبقى اولى مستقيم يمره بتلت نقط ليست على استقامة واحد. تاب المستوى ما احنا لسه عايلين المستوى يعرف نعينه او نحدده بتلت نقط ليست على استقامة ايه? واحد. يبقى انا لو رسمت دي كده بالنسبة لها الجمع على المستوى صح? اللي هو المستوى الصغير ده. بس انا ممكن اكمل المستوى عادي كده. ليه? لان المستوى ده قلنا احنا مالوش حدود. يبقى كاين بمدي دي دي جده للاخر وبمدي دي كده للاخر وبمدي دي للاخر وبمدي دي الاخر فهي وغدى كل الجزء ده. فانا بالنسبة لي ان تلت نقط ليست على استقامة واحدة يعين له ايه? مستوى واحد فقط. اتفقنا على شمان ده تمام. يبقى احنا كده خلصنا اوضاع النقطة بالكامل. تعالى ندخل على الحالة اللي بعدها وهي حالات تعيين المستوى او ازاي يرسل المستوى. لو انت فهمت النقط اللي احنا قلناها من شوية هتفهم تعيين المستوى ده. اول حاجة واخر حاجة احنا اقيلنها اللي هي تلات نقطة لايست على استقامة واحدة. لو معايا تلات نقطة لايست على استقامة واحدة تعيين لي مستوى. ماشي. تاني حاجة تعيين لي مستوى باش مهندس لو معايا خط مستقيم. الخط المستقيم انا عايف ان انا بعينه بنقطتين صح? تم انا لسه اقيل لك هنا تلات نقطة لايست على استقامة واحدة. معايا اتنين على استقامة بعايز واحدة كمان بعيدة كده. اهي. جيب. لو جيت وصلت كده بمنهم عينوا له مستوى صغير او اللي هو اسمه الف بقى اي thy يبقى نفس فكرة دي هي نفس فكرة دي طيب ايه نفس الفكرة بيقول لك لو معايا مستقيمين متقطعين هم طيب اهما دول متقطعين في نقطة ويلتكوا مية تمام انا عايز ثلاث نقط ليست على استقامة واحد لو اخترت نقطتين على نفس المستقيم بقول ثلاث على استقامة واحد فانا اخد واحد على المستقيم ده وواحد على المستقيم ده والله دي اسمها الف مثلا ودي اسمها بقى. لو جيت وصلت كده الثلاثة نقطة اللي عملو عليوا مستوى صغير هو يبقى بالنسبالي المستقيمين متقطعين يعينو لي مستوى. اخر حاجة مع Elizabeth بالنسبالي لو مستقيمين متوزئين. نفس الفكرة اعين نقطتنا على مستقيم. ونقطة على مستقيم تاني. عشان يبقوا الثلاثة الليس انه على استقامة واحدة. لو جيت كده وصلت ما بينهم يعينو لي مستوى. يبقى انا عند اربع حالات لتعين المستوى. تلات نقطة ليست على استقامة واحدة اللي هي الشكل ده. مستقيم ونقطة لا تنتمي اليه اللي هو الشكل ده. مستقيمين متقطعين. مستقيمين مالهم متوازيين. يبقى احنا خلصنا الوقت اوضاع النقطة. ووضحنا تعيين المستقيم. تمام. ده يعتبر بالنسبة لك كده نص الدرس تقريب. تمام. بعد كده باش مهندس عندنا اوضاع بقى. اوضاع المستقيم. اوضاع المستقيم بالنسبة المستقيم تاني وأوضاع المستقيم بالنسبة للمستوى تعالي نتكلم برضو عن أوضاع المستقيم بالنسبة للمستقيم تاني والله هم تلت حلات يا إما متقطعين صح عند المستقيمين هم متقطعين ما دي حالة منهم وإحنا لسه قيلين لو متقطعين ينفعوا يعينوا مستوى يبقى ده ممكن يعمل لي إيه مستوى الحلقة التالتة أو التانية أنه هم متوازين ولسه قيلين برضو في تعين المستوى أنه دول ممكن يعملوا لي إيه مستوى لأنهم إيه متوازين لأنه لو وصلنا كده خدنا أي ثلاث نقطة هم 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 قالوا لي مستوى وإنا برضو قلنا هناخد نقطة من ده ونقطة من ده ونوصل هم قالوا له مستوى يبقى احنا عندنا متقطعين ومتوازين طيب الوقت روش مهندس في حالة ثالثة بقى وركز لي فيها قوي لأنها مهمة هي حاجة اسمها متخالفان وخلي بقى لك متخالفان غير مختلفين تمام مختلفين يعني أي ثلاث نمو خلاص إنما متخالفان يبقى مش موجود فيها الشرطين دول يعني ليسوا متقطعين وليسوا متوازين لو معايا مستقيم بالشكل ده عايز واحد ولا يقطعه ولا يوازيه والله باش مهندس ممكن يبقى عامل كده صح ده ولا بيوازيه ولا بيقطع يبقى بالنسبة لي بالنسبة للمستقيم لمستقيم عندي ثلاث حالات ياما متقطعين ياما متوازين ياما ايه متخالفين تمام عندي بقى أوضاع تانية اللي هي المستقيم بالنسبة للمستوى يبقى أنا معايا مستقيم بالنسبة لإيه بالنسبة للمستوى تمام برضو ثلاث اوضاع ياما يقطع ياما يوازي خلاص ياما جواه يعني ايه ياما المستقيم ده وليا كلام بيبقى جزء من المستوى خلاص تمام مفيش حاجة اسمها يخالف ده تمام طب ايه يقطع ده بقى هركز بقى معايا عشان تفهم الموضوع ده لو انا معايا مستوى هوا خلاص اسمه سيد مستوى بنرمز له برامس كبير تمام معنا ان المستقيم يقطعه بص بص يعني المستقيم ماشى او مش المستقيم مرش حدود او ماشى وقام جاي في المستوى كده ام اطعو تمام وقام مكمل تاني من نحة تانية من تحت عارف دي شباية ايه بالظبط تعال اعمل سنالك بطراءة سهلة خالص لو انا معايا ورقة هاي خلاص دي بالنسبة لمستوى في مستقيم قطعها بص مش المستقيم عمل كده ام خارب مثلا الورقة اهو ثواني اهو كده بالنسبة لي المستقيم عدى بالمستوى اهو ما طالما عدى بالمستوى يبقى هو قطعه يبقى طالما قطعه ويقطعه في ايه في نقطة النقطة اللي حصلت بالنسبة لي هنا هي دي التقاطع بتاعي فاول ما يقولك ان في مستقيم بيقطع مستوى تعرف ان التقاطع بيبقى في نقطة ولياكم مثلا دو نقطة جي يبقى تقاطع المستقيم مثلا مع المستوى السين تقول للنقطة جيد يبقى أول ما تلاقي المستقيم بيقطع مستوى يبقى بالنسبة لي بيقطعه في نقطة ثاني حالة أن المستوى أو المستقيم بتاعي يوازي المستوى وخلي بالك ممكن يوازي من أي ناحية ممكن يوازي من هنا ممكن يوازي من هنا ممكن يوازي بأكتر من طريقة طالما بيوازيه يبقى التقاطع دايما بإيه بفاق يبقى هنا تقاطع نقطة وهنا تقاطع إيه طيب لو المستقيم جزء من المستوى يعني أنا معايا المستوى بتاعه هو اليكن سين والمستقيم جزء منه يعني جواه يبقى التقاطع هو خط المستقيم ذات نفسه ليه شا احنا قلنا لو حاجة جزء من حاجة يعني مثلا لو معايا المستوى بتاعه اللي هي الورقة دي تمام تمام وجيت قم تعامل مستقيمة هوا مش المستقيم ده جزء من المستوى اللي هو الورقة ايه طيب لو قلت لك التقاطع هتقول له الصغير اللي هو المستقيم لان المستقيم ده جزء من حاجة كبيرة فهيبقى التقطع بتاع اللي هو ايه المستقيم يابش مهانس خلاص يبقى احنا كده خلصنا اوضاع مستقيم بالنسبة مستقيم والاوضاع مستقيم بالنسبة الايه المستوي اخر حاجة في الدرس التاعتنا هي ايه ركز بقى معين اللي هي اوضاع مستوي بالنسبة المستوي يبقى احنا كده ماشيناها بالتدريج مستقيم مع مستقيم مستقيم مع مستوى واخر حاجة اللي هي مستوى مع ايه مع مستوى تمام عندي يا بشمهندس 3 حالات بابو كل حاجة فيها 3 حالات المتقطعين والمتوازين دول موجودين فيهم كلهم يبقى انا اول حاجة يبعايا ان معايا مستويين متقطعين اول ما يقولك مستويين متقطعين لازم يتقطعهم في خط مستقيم انما في حاجة تانية اسمها مستويين متلامسين طالما متلامسين يعني نقطة انما متقطعين يبقى ازم خط مستقيم تمام فاكر صفحات الكتاب اهو اللي هي دي بالنسبة لي ورقة لو انا قلتلك اللي فوق ده مستوى واللي تحت ده بالنسبة لي مستوى برضو صح؟ تمام لو انت قلتلك التقطع فين هتقوله في الخط المستقيم اللي هو حرف في الورقة اللي هو هنا ده تمام لما بنجي نرسم الكلام ده بنرسم مثلا قد المستوى بتاعه وليكن بالشكل ده كده خلاص وبرس المستوى تاني اهو وليكن بالشكل ده كده ده مستوى الاول وده المستوى التاني التقطع بتاعهم اهو اللي هو الحتة دي يبقى بالنسبة للتقطع معه دايما بيبقى ايه؟ خط مستقيم ليه خط مستقيم مش قطعة مستقيمة لان احنا قلنا المستوى مالوش حدود يبقى بالنسبة للتقطع هي الحتة دي تمام تاني حالة بالنسبة لي بالنسبة لمستوى مستوى ان هما يكونوا متوزين تمام عارف يعني ايه عارف الاوضة الاوضة اللي انت عايش فيها بص كده للارض وبص للسقف خلاص اهي لانت وصلت كده النقط دي كده بخط يعني ايه منصلل كده ايه اهي بقت بالنسبة لي دي كما انها الاوضة لو جيت بصيت للارض والسقف دول كده مستويين متوزين يبقى ما فيش ما بينهم تقاطعة لو جيت بصيط للحيطة وللحيطة الحيطة اللي في الجنب والحيطة الى في الجنب دول میستوى ايه او مستويين متوزين طيب giornي بصيط لالي في الجنب ه pall?". متوازين. يبقى انا بالنسبالي عشان تتخيل وبساعتك في التخيل لو بصت للقوضة اللي انت عايش فيها. لو بصت مع السقف مع الارض طول مستويين متوازين. لو بصت من الحطل للجنب هنا الجنب هنا برضو مالهم متوازين. لو بصت في الحطل في وشك والحطل في ظهرك برضو مالهم متوازين يا بشمالس. تمام? اخر حالة بالنسبالي واسهل واحدة اللي هي منطبقين. يعني ايه? نفس المستوى ده ومعاها نفس المستوى منطبق عليه. يعني ايه? لو معايا مثلا ورقة اهي. خلاص? وورقة تانية اهي. اهي. بص. لو اسمنا الورقة دي كده بالنص. بقى بالنسبال معايا مستويين منطبقين. لانه بص بص اهو. فوق بعض في كل حاجة بقى مستويين دول ما لهم. اهو. متطبقين او منطبقين. تمام? تمام. طيب تعال بنا دلوقتي نبتدي بقى في حل التمارين بتاعتنا. زي ما وضحنا. يا راية الناس تبقى شابة فيديو التلخيص اللي هو قبل الفيديو ده على طول او قبل الفقرة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. هتلاقي الجزء التلخيص يفهمها كل حاجة. السؤال الاول بيقول لي عدد المستقيمات التي تمر بنقطة معلومة زي ما احنا عارفين عدد لا نهائي. اللي هو الاختيار الرقم دال. لانا لو حطيت نقطة يا بش مهندس وبدأ ترسم خطوط مستقيمة. فيعد بها خطوط كتيرة جدا جدا. فهو ده عدد لا نهائي. يقول عدد المستقيمات التي تمر بنقطتين معلوماتين هما. قلنا اتفقنا يا بش مهندس لو معي نقطتين فعدد المستقيمات اللي بتمر بيها واحد فقط. لو جيت ارسم اي واحد تاني مش هينفع يمر بالنقطتين دول مع بعض. يبقى هو بالنسبة لي مستقيم واحد فقط. عدد المستويات التي تمر بنقطتين معلوماتين. لو انا معايا نفس النقطتين دول زي ما وضحت لك برضو انا ممكن ارسم مستوى بالشكل ده كده. وممكن اكبره بالشكل ده كده. ممكن ارسم مستوى ميل كده. ممكن ارسم مستوى كده. او مستوى عامل كده. فيبقى بالنسبة لعدد لا نهائي من المستويات بتمر بنقطتين معلوماتين. يعني اختيارنا رقم ايه? رقم ده. رقم اربعة يقول لي عدد المستويات التي تمر بسلاس نقط ليست على استقامة واحدة. قلنا يا بش مهندس دي حالة تعيين المستوى ان لو معايا اي تلت نقاط بس ليسوا على استقامة واحدة. فلو وصلتهم كده هيبدأوا يعملونه مستوى واحد فقط. يبقى هو مستوى واحد اللي هو اللي اختيار رقم ايه? رقم الف. رقم اربعة بيقول لي عدد المستويات التي تمر بسلاس نقط على استقامة واحدة. قلنا لو هم على استقامة واحدة فدي نفس فكرة نقطتين. لو انا معايا تلت نقط دور وبدأت ارسم مستوى كده. هتقول يا بش مهندس ما هي ما عدتش بالنقطة دي. هقول لك لا يا بش مهندس عدت ليه? لان الخط ده كده او المستقيم ده من ضمن المستوى. والخط ده معد به النقطة دي. يبقى عدد المستويات التي تمر بسلاس نقط على استقامة واحدة. هو عدد لا نهائي. انما لو كان ليست على استقامة واحدة يبقى مستوى واحد فقط. بيقول لي جمال حالات الآتية تعين مستوى معدد. قلنا مستقيم ونقطة لا تنتمي اليه. دي من حالة يا بش مهندس تعييني المستوى. لان انا نختار اي نقطة على المستقيم. ولو وصلت ده يبقى معي المستوى. مستقيمين متوازين وغير متطبقين. برضو يا بش مهندس دي من حالة تعيين مستوى. لاني قلت هاخد مثلا نقطتين هنا ونقطة هنا. فدول تلات نقطة لايسوا على استقامة واحدة فنقدر نعين مستوى. او نقطتين تحت ونقطة فوق. يبقى انا بالنسبة لي دي صح ودي برضو صح. مستقيمين متقطعين. قلنا برضو لو معايا مستقيمين متقطعين. هبدأ اخد نقطتين على اي واحد فيهم ونقطة على التالت. thấy يبقى مستوى بالشكل ده كده. فدي صح. مستقيمين متخلفين اتفقنا يا بش مهندس ان المستقيمين المتخالفين لا يجمع هما مستوى واحد ابدا. يبقى هما ازاي لا يجمع هما مستوى واحد وبيعينوا مستوى. يبقى الحالة الوحيدة يا بش مهندس هي المستقيمين المتخلفين لا يعينوا مستوى. على الرقم سبعة بيقول لي جماعي الحالات الاتية تعين مستوى معدد للسائلين فوق ان المستقمين المتقطعين فعلا بيعينوا مستوى لست شرحينها مستقمين متوازين مختلفين خلي بالك كلمة مختلفين يعني ما هو ماش نفس الحاجة او بتلغي كلمة غير منطبقين تب ليه باش مهندس هو كان قال لي هنا غير منطبقين لان المستقمين لهم منطبقين فوق بعض كده يبقى ده نقط على استقامة واحدة ففي الحالة دي هنعين عدد لا نهائي ولكن اعايز اعين مستوى واحد يبقى اذا المستقمين المتوازين مختلفين عادي جدا لان كلمة مختلفين اصدهم اللي هما اتنين بعيد عن بعض بالشكل ده ولكن ما يقصدش هنا متخلفين في فرق ما بين اللقزين بيقول له مستقيم ونقطة تنتمى عليه لانا لو عاية مستقيم ونقطة بتنتمى عليه اصبحت دي نقاط على المستوى واحد وساعتها بنعين عدد لا نهائي من المستويات يبقى دي غلط اسمها مستقيم ونقطة لا تنتمى اليه ثلاث نقطة ليست على استقامة واحدة قلناها الفوق برضو ان دي من حالات تعيين المستوى يقول له عدد المستويات التي تمر بمستقيمين متوازين مختلفين لو انا معايا مستقيمين بالشكل ده كده متوازين ومختلفين ما احنا عارفين يا بش مهندس ان دي احدى حالات تعيين مستوى واحد فقط اللي هو اللي اختر رقم الف ممكن اختار النقطتين على اي واحد وليكن اختار النقطتين المرادة على اللي تحت يبقى فاضل على اللي فوق فيبقى ده بلنا برضو بالنسبالي المستوى رقم 9 بيقول للمستقيمين المتخالفين هما المستقيمين اللي زيني قلنا لا يجمع هما مستوى واحد تب مش موجودة يبقى ولا متقطعين ولا متوازين ما ينفعش يقول لي لا يتقطعان بس وما ينفعش يقول لي لا يتوازين بس واحنا عارفين ان اتعامد حالة التقاطع فلا يتعامدان دي هي هي لا يتقطعان برضو فقط فدي غلط انما هو لا يتقطعان ولا يتوازيان اللي هو الاختيار رقم ده قلنا يا اما من لا لا يجمع هما مستوى واحد او اما من لا لا يتقطعان ولا يتوازيان لا تكس في النقطة رقم عشرة اهو بيقول لك يكون المستقيمين متخلفين قلت لك غير متوازين بس غلط غير منطبقين ملاش اي علاقة غير متقعت عين لوحدها غلط لا يجمع هما مستوى واحد ايوة باش مهندس لا يجمع هما مستوى واحد كيف اختارنا الصحة رقم ايه؟ رقم دالي خلاص كده درس مهم اوي واسئلته بسيطة ولكن لازم تركز فيه السؤال اللي بعد باش مهندس رقم حداشر بيقول لي اذا كان المستقيم لام بيوازي المستوى سين والف تنتمي الى سين فان لام تقاطع سين طبعا احنا عارفين لما مستقيم بيوازي مستوى يبقى التقاطع بتاعهم بفاية باش مهندس ده مش محتاجة اي حاجة لو انت عايز اي حاجة توضحية لو ده مستوى مثلا اسمه المستوى سين وده مستقيم بيوازيه اتفقنا ان كأنه ده في الارض والمستقيم ده في سقف الاولى فوق فاكيد انه هما طالما بينهم توازي باش مهندس يبقى التقاطع بيساوي فاية رقم 12 بيقول لي اذا كان المستقيم لام جزء من المستوى سين معايا مستوى اسمه سين والمستقيم لام ده جوه وقال لي الف بتنتمي للمستوى سين معايا نقطة اسمها الف بتنتمي للمستوى سين فبيقول لي المستقيم لام تقاطع سين ملاش اي علاقة النقطة الف خالص طالما لام جوه المستوى يبقى التقاطع يديك الصغير طبعا الصغير اللي هو خط المستقيم يبقى بالنسبة لي هو المستقيم لام ويبقى اختيارنا رقم به البعداء بيقول لي إذا كان المستقيمان لام واحد ولام اثنين متخلفين فقلنا معنا المتخلفين إنه لا يوجد تقاطع يعني التقاطع بفايا منهم بيقول لي لام واحد تقاطع لام اثنين يبقى كتب فايا وقلت لك برضو إن لا يوجد توازي يعني لو قال لي لام واحد إعلقته هل يوازي لام اثنين لا يا باش مهندس ما فيش ما بينهم برضو توازي رقم 14 بيقول للمستويين غير المتوازيين يا تقطعان اتفقنا إن المستقيمات بتتقطع في نقطة ولكن المستويات بتتقطع في خط مستقيم قلنا لو أنا معايا قادي خط مستقيم لو رسمت من هنا كده مستوى بالشكل ده كده ودي مستوى بالشكل ده كده فالمستويين دول عشان يتقطعوا من يا باش مهندس لازم يتقطعوا في خط مستقيم وضحت لك برضو لو ده مستوى كده وده مستوى الفوق كده يعني ده المستوى سين وده المستوى صاد التقطع بتاعهم برضو اللي هي الحتة دي عبارة عن خط المستقيم فالمستويان دايما بيتقطع في خط المستقيم يعني اختيارنا رقم به يقول لي إذا كان سين وصاد مستويين بحيث أن التقطع بتاعهم بفاي والله يا مش مهندس لو المستويين التقطع بفاي بأكيد أن المستويين دول مالهم متوازين وشبهتها لك يا مش مهندس بالأرض اللي انت عايش فيها الأرض هو الأوضة اللي انت فيها وسقفها فالأرض دي الأرض ودي السقف فالأرض بيوازي السقف يعني بقى حتى لو مدد ده ومدد ده عمره ما يتقطعهم يبقى أكيد انهم متوازين يعني اختيارنا رقم ايه رقم بيه بيقول لي عن طبق المستويين دي مهمة جدا جدا قلتلك من حالات تعيين المستوى ان يبقى معايا ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة فلو في مستويين اشتركوا في ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة يبقوا متطابقين فهم لو اشتركوا في نقطة ما لهاش علاقة ممكن يا بش مهندس هم مشتركين في نقطة يبقى المستقيم قطعها لو انا معايا مستقيم قطع مستوى يبقى يقول لش مهندس ده مستوى يعامل حاجة اهو كأنه لمسوا هنا كده في كورنر في زاوية صغيرة فيبقى بالنسبة لي دي كده نقطة واحدة فهيكم مش منطبقين طب نقطة تانية يا بش مهندس برضو ماهيش اساس بالنسبة اللي ممكن يكون قطع في نقطة تان تلات نقطة ليست على استقامة واحدة يبقى هم مشتركوا في خط مستقيم يعني ممكن يبقى المستويين عاملين كده فالاشتراك بتاعهم خط مستقيم برضو ماهوش منطبقين يبقى اي اكيد تلات نقطة ليست على استقامة واحدة لانه لو اشتركوا مثلا في نقطة هنا ونقطة هنا وكمان نقطة هنا او نقطة هنا يبقى اكيد ان هما منطبقين وفهمتها لك حالات تعيين المستوى تلات نقاط لايست على استقامة واحدة فيمتى ينطبقهم لو التلات نقاط لايست على استقامة واحدة موجودة في المستوى الاولاني وموجودة في المستوى التالي ووضحتها لك في فيديو الشرح يقول لك اذا اشترك المستقيم والمستوى في نقطتين قلت لك يا باشمواندس اي مستقيم بيشترك في مستوى في نقطتين يبقى اكيد ان المستقيم ده جوى المستوى ثاني أكيد المستقيم ده جوه المستوى يعني يا إما أن المستوى بيحويه بالشكل ده كده يا إما يا بشمهندس الخط المستقيم هو أحد حواف المستوى يعني ممكن المستقيم يبقى كده ما أكيد ده مشتركة في عدد لا نهائية من النقط ولو جواه ما لو في نقطتين على المستقيم يبقى أكيد أن هم جوه المستوى إذا اشترك المستقيم ومستقيم في نقطتين فبقى أكيد أن المستقيم يقع بأكماله داخل المستوى اللي هو الاختيار رقم ايه رقم ايه بقول لي إذا كانت ألف وبهو جيم سلس نقط تعين مستوى اتفقنا لو التلت نقط دول يا بش مهندس تعين مستوى لازم يا بش مهندس أن التلت نقط دول ليست على استقامة واحدة وعشان أضمن أن التلت نقط دول ليسوا على استقامة واحدة فلازم بتحقق متبينة المثلث متبينة المثلث اللي بتقولك مجموع أي ضلعين أكبر من الضلع الثالث فهنا الوحيدة اللي بتحقق متبينة المثلث هي الاختيار رقم اي رقم جي ما تنفعش ليه إذا بدأك لأنه يبقى وبين تنفعك لك اله بيه جيم هو اله بيه جيم يساوي اله بيه جيم وكيف يبقى البحث يبقى الثلاثة دول متساويين ليس سابقا مثلا مثلا اله بيه جيم دلوقتي وهذا اله بيه جيم فما فالتفاق هذا الشكل لا 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 ليس سينفع هذا لم يذكري بذلك لأن هذا يدل أنهم على استقامة واحدة طب ألف به زائب به جيم يديك ألف جيم؟ ألف به زائب به جيم يدينا ألف جيم كلهم وبرده دي معناها أنهم على استقامة واحدة وألف به زائب به جيم دي مش متبينة المثلث يبقى الوحيدة فعلا المتبينة هي اللي بتاقي رقم جيم رقم 19 بيقول للمستقيمات الرأسية في الفراغ قلتلك أي مستقيمات رأسية في الفراغ وشبه تهالك بأضلاع المكعب يا باش مهندس في حصة الشرح عند سماعك مكعب kurt كل المستقيمات الرأسية التي تم تخams pasando كما قالت琴w المستقيمات الأفقية ليست ل produbles لأنه في الفراغ هذا مستقيم أفقي ولكن في الارض وأن مستقيم أفقي ولكن في المحن فالمستقيمات تخلصت متخلفية Bunun المستقيمات الأفقية ليست ل 4 BUT والمستقيمات الرأسية يجب أن تكون أمبführئ يقول الأوضاع النسيبية لزوجم lira المستقيمات في المستوى الواحد حددك أنهمهم في مستوى واحد. فطالما في مستوى 1 هو مستوى او متوازيهين. او متوقعين او منطابقين. مينفعش يبقوا متخلفين. ليباش مهندس ما يفعش يبقوا متخلفين? لان قلت لك المتلف موقعان في مستوى واحد. فأكيد يا بشموهندس طالما لا يجمع هما مستوى واحد يبقوا هما متخلفين. هو بيقولك الأوضاع النسابية لزوج المستقيمات في مستوى واحد تب ازاي هم مش ملاجمه هما مستوى واحد وهنا بيقولك مستوى واحد يبقى فعلا ده بتخالف الكلام بتاعه رقم واحد وعشرين بيقول لي سين وصاد وعين مستويات في الفراغ بحيث ان التلات مستويات دول متقطعين في نقطة سين تقاط وصاد بيديك مستقيم اسمولام اي الجمل الاتية غير صحيحة قلتلك اول ما يقولك تلات مستويات متقطعة في نقطة فدي شبه الحيطان بتاعة الحيطة بالضبط يا باش مهندس ركز كده معي او انا معي دي الارض بتاعتي وده كده المستوى اللي فوق او الحيطة اللي في الجنب بالشكل ده كده وعايزين نعمل كمان حيطة فتعالي مثلا نعملها بالشكل ده كده يعني خلاص يعني ده اسمة تقليبية يا باش مهندس دول كده كأنهم ايه تلات حيطة ده كده هيبقى بالنسبة لي وليكن المستوى سين وده كده هيبقى بالنسبة لي وليكن المستوى صد ولو في الارض ده هو المستوى عين متخيل ده كده حيطة جنبية وده الحيطة اللي وراء خلاص ده الحيطة اللي وراء بالشكل ده كده طيب الوقت ده باش مهندس دول التلات مستويات هو قال لك انهم متقطعين كلهم في نقطة الف يبقى اكيد نقطة التقطع بتاعتهم هي النقطة دي اللي هي الف وقال لك ان المستوى سين قطع المستوى صاد في مستقيم اسمه لام طيب بشمهندس ده مستوى سين وده صاد اتقطه في لام فأكيد ده هو المستقيم لام بيقول لي اي الجمل الاتية غير صحيح ألف بينتمل لام ما انت ملاحظة هو ده ألف مرسومة على لام ده 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 نقطة منه او جزء منه صحيح بشمهندس يبقى فعلها بالنسبة لي ان ألف بينتمل لام ده عبارة صحيح يا بشمهندس بيقول لي لام تقطع المستوى عين بديني النقطة ألف خلي بالك ادي المستقيم لام لو قطعتوا مع المستوى اللي نايم ما هم قطعش اللي في النقطة ألف وكده كده كل المستويات متقطعة في النقطة ألف يبقى برضو ضيع بقارة صح بيقول لي ان المستقيم لام بيوازي المستوى عين لا يا بشمهندس ده المستقيم لام ده قاطع المستوى عين مفينفعش يبقى يوازيه يبقى ده عبارة غلط وانت واضحوا ان لام ما بيوازيش عين ده عمودي عليه لبالك ان الام ده يعتبر عمودي عليه لان ده عمل زي العمود اللي في القوض بيقول لي ان قالب بتنتام العين ايوة ما قالب دي نقطة بتنتام العين وسين وصاد فدي مرضو عبارة صح يبقى الوحيدة اللي غلط هي اللي افتحها رقم ايه رقم جيم يا بشمانس خلاص كده هل فيها اي مشاكل الموضوع سهل جدا بامر الله فهنا نشوف السؤال اللي بعد رقم 22 بيقول لي اذا كانت ميم نقطة لا تنتامل المستوى الذي يضم النقاط دي يعني انا معايا مستوى وفي نقطة معينة اسمها ميم Gimme لups Angry وسألك برضو ان المستوى ده فيه треть نقطت تانيين اللي هما الف وに anders بيقول لي فإن الخط المستقيم ميم الف الخط المستقيم طالما من برا فهيجي عندي الف كده ويقوم ايه قطع المستوى هي خرومه بالظبط كده كأنني عملت ورقة كده وقومت خرمها بالظبط يبقى بالنسبة لي ان اكيد ان الف ميم ده يقطع المستوى ويقطعه في نقطة اللي هي الف يبقى بالنسبة لي ان هو يقطع المستوى في نقطة يعني اقتلنا رقم ايه رقم به رقم 23 بيقول لي اذا كان الف به عبارة عن جزء من المستوى سين فده معناه ان المستقيم ده كده يا باش مهندس جوه المستوى ذات نفسه وجيم دال بيوازي المستوى جميل جدا ادي جيم دال بيوازي المستوى فان جيم دال و الف به هي في الرسمة هنا يبقى لك ان هم متوازين بس خلي بالك ان هو ممكن يوازي كده يعني ممكن ان جيم دال هو ده كده برضو بيوازي المستوى خلي بالك فهنا جيم دال و الف به والله هم ممكن يكونوا متوازين هو بيقول لك متوازين فقط فدي غلط يا باش مهندس غلط لان زي ما قلت لك ممكن يكون بيوازي المستوى كده فده كده معناه اسمه متخال فمتخالفان فقط برضو يا باش مهندس غلط طب بيقول لك متوازيان او متخالفان اه يا باش مهندس هم يا ام يا ام المتوازين بالشكل ده كده ايه الحالة دي؟ او يبقوا بالحالة دي يعني متخلفين طب متقطعين يعمل حاج ده هو ده بره وده جوه فعمره ما يبقوا متقطعين يبقى فعلا الصح هي متوازيان او متخلفان وادك برضو فهمت هي جدت من ايه طيب رقم 24 بيقول لي سين وصاد مستويان متوازيان طيب معايا مستوهو بالشكل ده بيوازي مستوى تاني بالشكل ده وليكن ده سين وده صاد لم واحد جزء من سين يعني جوه ادي لم واحد لم اتنين جزء من صاد يعني جوه ادي لم اتنين بيقول لي اي مما يأتي لا يمكن حدوثه يعني هو في احتمال ممكن يحصل والله يا بشوهندس هنا بيقول لي اول واحدة ان لم واحد بيوازي لم اتنين والله لو هم اللي اتنين في الوضع ده ممكن يوازوا بعض هتقول لي ما كان ينفع عن لم اتنين كده بس هو بيقول لك ممكن حدوث سوري لا يمكن حدوث فده احتمال ان هو يحصل يبقى ده احتمال الاحتمال الثاني ان لام واحد ولام اتنين متخلفين ده احتمال ولد جدا زي ما قلت لك يبقى ده جاي كده وده عامل كده ففي الحالة ده هيبقوا متخلفين لانهما مش متقطعين ومش متوازين ولا يجمعهما مستوى واحد لانه كل واحد فده احتمال ممكن يحصل بيقول لي لم واحد بيوازي صاد ما اخلي بالك ده ممكن يوازي المستوى ده ولم اتنين يوازي سي اه سوري لم واحد ده سواء ان هو لم واحد اللي موجود اه لم واحد اه انا بس بسميت المستويات غلط ده سين وده صاد بيقولك ان لم واحد ممكن يوازي صاد اه عادي جدا لم واحد في الوضع ده بيوازي صاد تم لم اتنين بيوازي سين اه ممكن جدا يا تحصل متعطعين يا عام الحاجة ان انت بتقول له مستويين متوازين يعني كل واحد في حتة خالص فازاي المستقمات ده تبقى متقطعة يبقى فعلا اختيارك ده اللي هو اختيار غلط طيب اقل عدد من المستويات التي يمكن ان تحدد سطح مجسم هو اربع مستويات قلنا هو عبارة عن الهرم السلاسي وده ان شاء الله يعني هناخده بالتفصيل في الدرس اللي جاي ده كده الهرم السلاسي بتاعي عبارة عن اربع مستويات اللي هو الضهر اللي هي الحتة اللي دي والجنبين اللي انت شايفهم في الوش والارضية فدول اربع مستويات الرش مهندس بيحددوا سطح مجسم طيب رقم ستة وعشرين بيقول لي الف به جيم داله الف شرطة به شرطة جيم شرطة ده شرطة متوازن مستطيلات قم مستقيم يحمل حرف امن احرف الشكل يكون مخالف للمستقيم الف به طبعا دي انا قلتها لك في فيديو الشرح انه هم اربعة بس برضو تعالى نشرحها تاني لو انا معايا بالشكل ده كده خلاص دعالى نسمي القعدة ولا ان نسمى مقعد تعالى نسمى هو متوازن مستطيلات ماشي هرسم لك متوازن مستطيلات ما تزعلش الموضوع ساهم خلاص ده متوازن مستطيلات ده سمي القعدة الف به جيم داله وسمي دي الف شرطة به شرطة كم شرطة دال شرطة حلو حلو هو عايز كم حرف من احرف الشكل يكون مخالف للمستقيم الف به اللي هو دا هو اللي بالأزرق دا هو قلت لك المخالف بيه ولا بيأطعب ولا بيوزيه تعالى نلغي اللي بيوزيه ده بيوزيه فالغيه ده بيوزيه فالغيه ده بيوزيه فالغيه ولغي طبعا الف به لانه طبعا مش طبعا طب اللي بيأطعب اي مستقيم في مستوى يعني ده بيعد بيه معد بقالف وده برضو معدب ألف وده معدب به يبقى كم اكس كده بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 تم انا عالف ان المتواصل مستطلات 12 حرف انا لغيت منهم تمانية بيقعوا بيوزوا يبقى فاضل كم حرف أربعة طيب هما في اين ألف الشرطة ده الشرطة لو سألك عليه به الشرطة جيم شرطة لو سألك عليه دال ده الشرطة لو سألك عليه جيم جيم شرطة لو سألك عليه يبقى انا عند أربعة بيخلفهم يعني من نسبة لي أربعة اللي ولي اختيار رقم ايه رقم دال رقم سبعة وعشرين يا بش مهندس بيقول لي اي الجمل الآتية غير صحيحة يعني كله صح مع لا واحدة اي نقطتين في الفراغ يمروا بهم يا مستوى واحد فقط هو بديئها بالغلط يا بش مهندس قلنا اي نقطتين في الفراغ بيعد بهم عدد لا نهائي فانت تيجي تقول لي مستوى واحد يبقى اكيد هي دي الغلط اي تلت نقطة ليست على استقامة واحدة تعاين مستوى كلامك صح رقوس المسلس تعاين مستوى ما هي رقوس المسلس عبارة عن ثلاث نقطة ليست على استقامة واحدة يبقى دي برضو بتعاين كل المستقيمين المتقطعين يحتوى من مستوى واحد فقط ايوة يا بش مهندس قلنا من حالات تعاين المستوى هما المستقيمين المتقطعين اي الجمل الآتية غير صحيحة يعني كله صح مع دا واحدة اي مستقيمين مختلفين خلي بالك مختلفين ومتوازين يعني المستوى ايوة يا بش مهندس قلنا لو معايا مستقيمين متوازين مختلفين يعني ما هماش منطبقين فدول بيعينوا مستوى كل مستقيمين مختلفين متقطعين يشتغل كان في نقطة واحدة بالضبط يا بش مهندس لو معايا بالشكل ده كده دول مستقيمين مختلفين برضو لما تقطعوا اشتركوا في نقطة واحدة المستقيمين المتخلفين لا يمعمل مستوى واحد طبعا يا بش مهندس اي تلت نقط ليست على استقامة واحدة يمر بها مستوى واحد على الاقل ما فيش كلمة على الاقل اصل على الاقل دي معناها ينفع اكتر وما ينفعش اكتر ده هو مستوى واحد فقط يبقى فعلا الاختار الغلط هو دال يفش معنص خلاص رقم 29 بيقول لي اي الجمل الاتية غير صحيحة حيث لم واحد ولام اثنين مستقيمان وسين وصاد مستويان بيقول لي لم واحد تقاطع لم اثنين بيساو فاي خلي بالك ده بتكلم عن المستقيمات لو المستقيمات التقاطع بفاي يبقى اما متوازين اما متخلفين بيقول لك ان لم واحد بيوازي لم اثنين ايوه او لم واحد ولم اثنين متخلفين دي عبارة صحي جدا جدا يا باش مانس بس هو بيقول لك طلع على الغير الصحيح لم واحد تقاطع المستوى سين بيساو فاي لو في خط مستقيم تقاطعه مع المستوى فاي يبقى اما متوازين برضو كلامك صحي جدا جدا مفيش خلاف عليه لم اثنين تقاطع المستوى سين يديك لم اثنين قلتلك لما تلاقي مستقيم تقاطع مع المستوى في الخط المستقيم يبقى ده جواه يبقى لام اتنين جزء من المستوى سين برضو كلامك صح لام اتنين جزء من المستوى صاد يبقى لام اتنين تقطع المستوى صاد بفاي لانا بقولك طالما هو جزء منه يبقى هو جواي يبقى هو يحتويه تقولي تقطع بفاي لأ يا بشمهاندس يبقى هي دي العبارة الخطأ بالنسبة خلاص كده كلام جميل جدا هنشوف الجزء اللي بعد رقم تلاتين بيقولي اي الجمل اللي اعتها غير صحيحة في الشكل المقابل ماشي لام جزء من سين مهوم مستقيم لام مرسوم جوة المستوى سين يبقى دي جملة صح جدا جدا تقولي訂 لام طبعا دي غلط جيم بتنتمل سين أيوه جيم لا تنتمي اللام طبعا يا جيم موجودة على المستوى بس مش موجودة على المستقيم قال لألف جيم تقطع لام ألف جيم اللي هو الخط ده تقطع لام قديني هدينه نقطة ألف أيوه دول كأنهم خطين مستقيم المتطاقين تمام يا بشمهندس طيب رقم واحد وثلاثين بيقول للمستوى ألف بهدال تعال نحدد المستوى كده ألف بهدال قلت لك طالما المستوى ماهوش رسمه مده يا بشمهندس يعني ايه مده يعني اخليه ألف به جيم دال عادي جدا ما احنا قلنا أي تلت نقطة ليست على استقامة واحدة بتاع المستوى اللي هو الأرضية تقطع المستوى ميم جيم دال اللي هو المستوى ده كده يبقى انت واخد بالك الأرضية مع المستوى اللي فوق وطالما قال لك مستوى تقطع المستوى يبقى ياما التقطع بفاي ياما التقطع بخط المستقيم ده اللي أنا قلته لك يعني أي نقطة وليكن النقطة دال دي غلط يبقى هي أي واحدة من دول وطبعا هما الاتنين موتى قاطعين في جيم دال واضحة زي الشمس يبقى اختيارنا رقم به خليك فاهم الهندسة الفراغية رقم اتنين وثلاثين بيقول المستوى الف الف شرطة بشرطة الف الف شرطة بشرطة طالما يا باش مهندس دول مش مرسومين يعني مفروض اوصل دي يبقى انا اخد المستوى اللي بيحويهم اللي هو المستوى ده اللي هو يعتبر يا باش مهندس كأنه بيقولك الف الف شرطة بشرطة ما هو المستوى ده? هو المستوى ده. لأن دول تلت نقار لاسهر على الاستقامة واحدة. فانا مدت المستوى. تمام? لأكد تقطع المستوى. الف شرطة. آه. الف شرطة. بسم الله. الف شرطة. جيم جيم شرطة. طيب. الوقت يمش مهندس. الف شرطة جيم جيم شرطة. في الوقت المفروض هنا في حاجة ناقص. صح. في حرف ناقص. اكيد هو مين? اكيد هو المستقيم. ليه مش مهندس الف? عشان يبقى المستوى الف شرطة. الف. جيم. جيم شرطة. واخد بالك انت من المستوى ده اللي هو المستوى اللي جوه ده. بطرم المستوى مش مرسوم يبقى انا لازم امده. يبقى انا بالنسبة لي كده مديت وهو. يبقى التقطع في من? اكيد في الف الف شرطة. صح? يبقى بالنسبة لي ان التقطعهم هما الاتنين. الف الف شرطة اللي هو الاكترقم الف. لانه المستقيم ده هو الوحيد اللي هما طلعين منهما الاتنين. وانت فملمة الفكرة ايه? انت بتدور على مستوى بيكون بيحول ثلاث حروف دول. بالتكمله. طيب المستوى سين تقاطئ عن مستوى صاد قلنا مستوى. تقاطئ مستوى ما ينفعش بنقطة. طيب دول مش مشتركين في حاجة لأ مشتركين. مستوى مستوى سين في الخط المستقيم. تقاطئ عن مستويين بخط مستقيم الف وهو جيم لا. الف وهو جيم لا. لان الف موجودة في سين مش موجودة في صاد. و جيم موجودة افصاد مش موجودة في سين. المستقيم لام صح. تقطع ما بينهم يعمل حاجة في حاجة مشتركة ما بينهم يبقى فعلا اختيارنا رقم جيف. آآ رقم اربعة وعشرين بيقول لي في الشكل المقابل علاقة المستقيم لام ايه علاقته بسين. بصراش مهندس اي خط مستقيم بيبقى جزء او ليست جزء. واي نقطة بتبقى حاجتان يا تنتمي يا لا تنتمي. عود ايدك على الكلام ده. فبيقول لي علاقة المستقيم لام بسين. والله مش مهندس لاحظ ان لام ده يعتبر الضلع في سين. وقلت لك طالما في خط مستقيم اشترك مع مستوى في اكتر من نقطة يبقى هو بيحتويه. يبقى ازا لام جزء من سين. يعني من نسبة لجيب. الف ايه علاقتها في سين? والله مش مهندس الف موجودة على لام. ولام موجودة في سين. يبقى اكيد الف تنتمي. ليه تنتمي? عشان الف دي نقطة. ده خط مستقيم. ده مستقيم. دي نقطة. جيم دي نقطة. يبقى ولا دي ولا دي. ليه? لان الجيم تنتمي او لا تنتمي. الجيم موجودة في المستوى سين. يبقى هي لا تنتمي لسات. صح? يبقى بالنسبة لي لا تنتمي. خلاص. آآ رابعا الخط المستقيم به جيم. خط المستقيم به جيم اعلقته بسات. شوفوا النقطتين. لو عليه يبقى موجود فيه. باق موجودة في سات. بس جيم احنا لسه قللين لا تنتمي لسات. يبقى ليس جزئية. ليه مختارتش لا تنتام لان بهجيم ده خط مستقيم يبقى ما ينفعش تنتام ولا تنتام زي لم هنا كان خط مستقيم ما ينفعش تنتام ولا تنتام طب الف هنا كانت نقطة ما ينفعش جزئية او ليس الجزئية دي دي واحنا بناء عليه حدد خلاص افهم المثال ده لانه مهم اوي اوي وفكرته حلوة وفيها كلام جميل خلاص وده وضحنا برضو الحمد لله فيديو بالشرف بسم الله رقم 35 بيقول لي المستوى ألف به شرطة ألف شرطة اللي هو المستوى الجانيب ده تقطع المستوى به جيم شرطة به شرطة اللي هو المستوى الجانيب ده المستويين لما يقول لك تقطع يبقى اما متقطعين في خط مستقيم او منطبقين او التقطع فايلة متوازين فهنا طبعا المتقطعين في خط المستقيم اللي هو الخط اللي واصل ما بينهم هما الاثنين ده اللي هو المستقيم به به شرط يقولي المستوى ألف به جيم خلي بقى لك المستوى ألف به جيم اللي هو الأرض اللي تحت ايه علاقتها بالمستوى ألف شرطة به شرطة جيم شرطة اللي هي الأرض اللي فوق المستويين دول متوازين يبقى التقطع بتاعهم بفاي قلت لك نعملة زي الأرض والسعف بيقولك ساليسة أنا مش مهندس المستقيم ألف جيم إعلقته بألف شرطة جيم شرطة بص ألف جيم موجود في المستوى اللي تحت وألف شرطة جيم شرطة موجود في المستوى اللي فوق وإحنا لسه عائلين المستقيمين دول متوازين المستوىين مع زرطة المتوازين ووضح برضه من المستقيمات دين هي متوازين وطالما فيه مستقيمين متوازين في الفرار يبقى أكيد أن التقطع بتاعهم بأي بش مهندس بفاي يا بش مهندس ده جاي ألف وجيم شرطة غلط وألف جيم غلط يبقى ايه يا اكيد دي طب هو يا بش مهاندس مش جايب في ما دي لو انت شفتها هتلاقيه بتكافئ في ليه؟ بيقولك ألف ألف شرطة اللي هو الضلع ده اعلقته ببهبه شرطة ما دول برضو المتوازين ولا يا جماعة هما سولي هاي دول مستقيم المتوازين في الفراغ يبقى التقطع بفي هدول تقطعهم بفي دول تقطعهم بفي يبقى دي بتكافئ دي يبقى هو هنا عمل ايه؟ ما جاب ليش في صريحة يا بش مهاندس وصلت؟ وصلت رابعا بيقول لي بهبه شرطة اللي هو المستقيم ده تقطع المستوى ألف به جيم اللي هو الأرضية قلتلك لو حاجة وقفة كده نزل على مستوى فاعرف ان هي عمودية عليها وطالما عمودية عليها فهي أطعاف نقطة واحدة عاملة زي العمود اللي موجود في الحيطة نقطة تلامس مع الأرض اللي هي النقطة مين؟ اللي هي النقطة باق يبقى اختيارنا رقم جيم يا بش مهاندس تقطع المستوى مين باق جيم اللي هو اللي على الشمال طبعا مستويين يبقى خط مستقيم يبقى مين باق خط مستقيم ثاني مين باق خط مستقيم اللي هو اللي اختيار رقم به المستوى مين باق جيم مين باق جيم تقطع المستوى ألف باق جيم اللي هو الأرضية وخبالك المستوى اللي في الجنب تقطعه الأرضية يبقى أهمى اللي اتنين نشتركهم في باق وجيم وتلاقي أصلا باق جيم متكررة بس لازم تبقى خط مستقيم لانه دول مستويات بيقول لي سالسا ميم به تقطع المستوى الف به جيم ميم به حاجة عمودية نزل على ارض نزل على ارض يعني عمودية عليها فالتقطع يبقى النقطة اللي هي النقطة باقي يا بش محمس خلاص هل فيها مشاكل افهم الله يكرمك رابعا المستوى ميم الف به ميم الف به اللي هو علي مية والمستوى ميم باقي جيم اللي هو علي مية والمستوى ميم الف جيم اللي هو في الضهر لو أنت ملاحظ هم الثلاثة مرسمين من نقطة ميم يعني ميم رسمنا منها الثلاثة يبقى التقاطع هو نقطة ميم وصلت فبقى بيقولك اللي في الظهر والاتنين اللي قدام دول ما احنا هم الثلاثة رسمينهم من نقطة ميم يبقى التقاطع بتاعنا هو النقطة ميم يا بش مانتس خلاص كده تعال نشوف السؤال اللي بعده رغم 37 بيقول لي سين تقاطع صد خلي بالك دي مستويات دا مستوى سين وده مستوى صد فالتقاطع اللي ما بينهم ده الو الخط المستقيم ألف И يبقى اختيار اله , ثانيا يقل لي أن المستوى سين تقاطعو المستوعين سين مع عين يبقى الخط المستقيم به , جيم يبقى سين تقاطع عين هو الخط المستقيم إحنا قلنا به , سرح неб IF , من الإختيارigue يج?. collectability طيب تعال نشوف اختيار الاوفى ايه LUI, طيب ، ا возможно رح وانا legitimate قويس إن هي قرأة تانية، بحيث نبص على الرسمة أسيبك بقى من ثانيا لخالص أهي أشياء أو نرفع دي كده ما عايز بس الرسمة تكون إيه واضحة أعطك كده الرسمة واضحة إن شاء الله بيقول لي صاد تقطع عين المستوى صاد تقطع عين مشتركين في الخط اللي هو جيم دالي بقى الخط المستقيم ياله جيم دالي بيقول لي الخط المستقيم ألف بيه اللي هو ده تقطع المستوى سين خلي بالك إن ألف بيه ده ضر حاول المستوى سين يبقى هو جزء منه يبقى ألف بقى تقطع المستوى سين يديك الصغير اللي هو خط المستقيم ألف بيه وصلت يبقى اختيارنا رقم ألف خمسا بيقول لي بفرض أن قياس زاوية بقى جيم دال بتسعين وبقى جيم بتلاتة وجيم دال باربعة يبقى بقى جيم أو المستوى اللي تحت ده عامل شكل المسلس دي تلاتة دي أربعة يبقى كده بخمسة يعني اختيارنا رقم ايه رقم بيه خلاص ماش مستهلة فزلكة ولا اي حاجة يعني الحمد لله طيب تعني نرى السؤال اللي بعده رقم ثمانية وتلاتين يقول لي في الشكل المقابل سين وصاد مستويان متقطعان في المستقيم لام وألف بينتمل لام به تنتمي لسين به لا تنتمي لصاد جيم تنتمي لصاد جيم لا تنتمي لسين بيقول لي المستوى سين تقطع المستوى ألف به جيم طيب ركز كده معا أما يجي يقول لك مستوى تقطع مستوى فتركز معا جدا ليه؟ شوف من النقط اللي موجودة عليه المستوى سين موجود في النقطة ألف وباء صح؟ حلو والمستوى ألف به جيم موجود في النقطة ألف وباء وجيم يبقى المستوين دول اشتركوا في نقطتين يعني كأنهم خط مستقيم طيب من النقطة المشتركة ألف وباء يبقى من غير ما بص للرسمة أنا فهمت من النقطات اللي هو عطهولي أنه هو كده متقطعين في ألف باء وصلت بشماندس دي جزئية خطيرة جدا جدا يبقى ألف باء المستوى سات المستوى سات لو أنت ملاحظ موجود في النقطة ألف برضو والنقطة جيم تقطع المستوى ألف به وجيم اللي هو موجود فيها ألف وبه وجيم يبقى من المكرر ألف جيم طالما مستويين اشتركوا في نقطتين يبقى ده خط مستقيم يبقى إذا أنهم مشتركين في الخط المستقيم ألف جيم بيقول للمستوى سين الهو موجود في النقطة الف والنقطة به تقاطب المستوى صادter christ Clerk varios نقطت في نقطة الف ولا جيم و todo المستوى الف ولا جيم طبعا لو انتى ملاحظ هوا التلاتة مشتركين في نقطة كذلك chat وبنسبة كميرة دايما هتجدت تلات مستوى متقطة وان Af بس هي النقطة ألف علامية المسل ق ouv is character أكثر رقم 39 بيقولي المستوى الف , الف , jim المستوى الف ,Home هو الارض. قلنا دايما الارض بتوازي السعف. يبقى بتوازي المستوى. الف شرطة به شرطة جيم شرطة ده الشرطة. الف شرطة به شرطة جيم شرطة ده الشرطة. مش مكتوبة. قلت لك يبقى اوة خد تلات حروف. ركز معي. الف شرطة به شرطة جيم شرطة ده الشرطة. يبقى اي تلات حروف فوق هم شرط? انت ما عندكش على الف شرطة به شرطة ده الشرطة. لان انا قلت لك ممكن يحجل لك المستوى فيختار منها يا باش مهدس طلعت حروف بس. سابقا يقول لي سآنيا المستوى به جيم جيم الشرطة ابقى شرطة? فابتعالوا كده نشوفه به جيم جيم الشرطة ابقى شرطة. اللي هو المستوى اللي في الوش دuri يا باش مهندس. خلاص? طبعا بيوازي المستوى اللي في الظهر. اللي هو الظهر الصندوق ده اللي هو skin. اللي هو عباره عن الف دل ده شرطة الف شرطة. طب هو برضه جايه بطلعت حروف شوفه الثلاث حروف الف جيم غلط, الف شرطة بالبه شرطة جيم شرطة غلط الف ISM غلط. الف اسم نحن الى بالبه شرطة بالألوف التي كنا كنا نتحدث عنها. الف بيه شرطة Ohر opportunity lira. اللي هو المستوى الجانيبي ده تقطع المستوى ألف به جيم دال اللي هو الأرضية دول مستوين متقطعين في ألف به صح كده وطبعا ألف به مكرر هنا وألف به مكرر هنا يبقى الخط المستقيم ألف به بيقول للمستوى ألف به به شرط ألف شرطة نفس المستوى اللي هو الجانيبي ده تقطع المستوى دال جيم شرطة دال شرطة بص دال جيم شرطة دال شرطة اللي هو المستوى ده اللي هو في وش ده وقلت لك طالما حاجة في وش التاني يبقى دول متوازين يبقى التقطع بتاعهم من غير ما تفكر في فايل. خامسا بيقول لي المستوى دال جيم دال جيم. جيم شرطة دال شرطة اللي هو المستوى اللي في الجامب ده. تقطع المستوى الف به جيم دال اللي هو الارضية. تقطع المستوى الف بسم الله الف دال دال شرطة الف شرطة. اللي هو ايه? اللي في الجامب ده والارضية والمستوى اللي وراء. كلهم متقطعين في نقطة. اللي هي مين النقطة دال? واتلاقي فعلا حرف الدال هو المكرر يعني اختارناها قام دال. خلي بالك هو الكورن اللي هو ده اللي هو ده اللي هو المستوى ده والمستوى ده. كلهم متقطعين في نقطة اللي هي النقطة ده. خلاص كده? كلام جميل. كده انتهينا? لا لسه سؤال واحد طيب. رقم اربعين بيقول لي في الشكل المقابل آآ يعطي لي مستويات. سلسة متقطعة مسنة مسنة يعني كله مقطع بعضه ومتطبقه يعني كلهم قطبعه ده المنتصف جيم جيم شرطة إذا كان ألف به بخمسة خلي بالك لو ألف به بخمسة أي حاجة بتوازيه بخمسة فده بيوازيه بخمسة خلاص؟ وطلع دول مستطلات متطبقه خلي بالك لو ده عشرة يبقى ده عشرة يبقى ده برضو خمسة وده خمسة ولو ده عشرة يبقى ده عشرة ماشي؟ ماشي بسم الله يقول المستوى ألف دال ألف شرطة ألف دال ألف شرطة خلي بالك بقى من الكلامين المستوى ده بش مهندس مش رسمه صح؟ تمام؟ مش دال ده موجودة على جيم جيم شرطة حلو يعني أنا ممكن استبدل الدال بجد أو الله طرمه ده نقطة واخد الخط المستقيم الحاوليها يعني كأنه بيقولك المستوى ألف جيم جيم شرطة ألف شرطة واخبالك اللي هو المستوى اللي وره ده اللي هو وره حلو تقاطع المستوى ركز معي با دال به شرط نفس الفكر مش دال ده باش مهندس موجود على جيم جيم شرطة احنا ممكن نحط جيم جيم شرطة يعني كأنه بيقولك تقاطع المستوى به جيم جيم شرطة بقى شرط اللي هو مين المستوى اللي في الجنب ده بيقولك المستوى اللي وره والمستوى اللي في الجنب فهم اتقطعهم في دي كده في الخط ده اللي هو جيم جيم شرطة يبقى بالنسبة للإختار الصح ايه جيم جيم شرطة اللي هو اختار رقم عنه جميل قوي بيقول المستوى الف ثالبها الف ثالبه ماشي تقاطع المستوى مDav جيم طيب الف ثالبه لو انع رسمت Single page مهندس هل من المستوى تنفى يعبر عنه بخط UV الربار? اه بس هنا انا مش مستهلة لايه بس، ب recht بيقولكي المبر� فنا ممكن اقول ان هو مستوى م jigyu؟ عادي جدا تقاطع المستوى mastBänge كان من لو قلوس الزيرة على مقدار Studio كأنه مثلس تبقى هما الانتين فاعلم الف مصطب الرقام في 50 بس خاطر wider يقول له النصلي صدق بالمستوى vil called Joseph إحنا لسه محددينه أو قلنا صدق بالفلهyang مصطب التقاطره النصلي هو المستوى per step ركز معي فV FG 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 MFT FG FG kalau enta Wiederas جاي véritav تول chưa معهم في هذه النقطه؟ يا Portugueseهو الوقت جايل لك النقطه وأخوذت زاله هل النقطه موجودة فى المستوىين دول، لاي Lore بس هل يا أبش مهندس اختارها؟ لا لع Laz 0s مستوى. لاي عام مستوى. þقضت مستقيم فاستبعيت به هل هو لذلك extends�? لا يا بش مهندسoutezся Remote nede farm. فسيبقى بالنسبة لي جالبه نoir وجهت رسمت ال به دا اللي يال حتة دي فده عبارة عن خط مستقيم جو والمستوى به شرطة به شرط وبرضو ال بهدال يعبارة عن خط مستقيم حوال ده يبقى فعلا أن هو بال به دا وصلت وصلت ربعا بيقولك يا الزّوية به شرط كم ounces ظرله مثل ذا فاهم. اهو. النقطة ده اللي هنا في النص صح? ودي جيم شرطة. ودي جيم. ودي به. ودي به شرط. حلو. دي خمسة. ودي خمسة. دي عشر. خباك لو دي خمسة فدي خمسة برضو. ودي خمسة. ودي خمسة. لان هو قال لك تطابق. دي خمسة. ودي خمسة. هو عايز كالزاوي بقى ايه? به دال. تطابق. سيد. طيام ما رايز. الشكل ده مال. هو قال لك دي سلاسة مستطيلات. يبقى ازا الشكل ده مستطيل. تسعي. دي قى ايه دي تسعي. او دي خمسة. ودي خمسة. يبقى ده مثلث قائمٍ متساوصت طيخ. دي خمسة واربعين. دفه. تم ده برضو مثلث قائم متساوصت طيخ. دي خمسة واربعين. ت Naomi z awak na party d 45 40 90 ليبقى افضل زاوية تسعين درجة. وصلت من هندسة الشكل مش اكد. يو بالنسبة لي ان الاجابة بتاعتها تسعين درجة. خلاص? تمام كده قوي. كده يا بشمهندس يبقى احنا الحمد لله خلصنا تمارين اختر بالكامل على الدرس ده. بالنسبة ليه الاسئلة المقالية? الاسئلة المقالية انا حللها بالكامل السنة اللي فاتت هي هي. طب هتنزلها في فيديو منفصل يا بشمهندس زي باقي الفيديوهات? لا. هنزلها لك في نهاية الفيديو ده. يعني انا الفيديو ده دلوقتي. هتلاقي الجزء اللي هو خاص بالاسئلة المقالية اللي انا حللتها اللي فاتت. هم هم نفس الكلام ده ما تغيرش يا بشمهندس بنفس التمارين بنفس كل حاجة. هضفها لك. بحيث يبقى احنا انتهينا من تمارين الدرس ده بالكامل. عشان ان شاء الله الحصة اللي جاية اللي هي الهرم. الشرح بتاعها بنسبة كبيرة هيكون على الحصتين. لان الهرم ليه حالات كتيرة شوية. وبالنسبة ليه الاختر هنعيده تاني بتراية اسهل وابسط كمان من اللي احنا حلنا بها الاختر المرة اللي فاتت. وغير كده كمان برضو يا بشمهندس. المقال ومستوياته العليا محلول السن اللي فاتت. كان اول حد يحل المستويات العليا بتاعته على اليوتيوب الحمد لله يعني فضل وكرم من عند ربنا. بس هشتب لك المقال ومستويات العليا برضو هتفهمه في قامة تشغيل. انا عايز اخلص الدرسين دول بامر الله. عشان في بعض الكلام ان هم داخلين في امتحان الشاه. فلو داخلين في امتحان الشاه يبقى احنا انتهينا منهم بالكاب. تعال يا بشمهندس يلا نسمي بسم الله ونتوكل على الله ونحل الاسئلة ايه المقالة. بيقول لي تأمل الشكل المقابل ثم اجب عن الاسئلة القاتلة. كما عدد المستقيمات التي تحمل احرف الشكل. خلي بالك من كلمة حرف. معنى الحرف هي القطعة الواصلة بين اي رأسين. بين اي رأسين. تمام. لما تيجي كده نسميهم. مش هقول لك العدد على طول زي اي حد. لان هنسميهم. تعال نبدأ بميم. ميم دي طلع منها كم واحدة اربعة. تعال نطلعهم. ادي ميم الف. اللي هو ده. وبعدين ميم با. وبعدين ميم جيم. وبعدين ميم دال. يبقى انا بالنسبة لي كده طلعت كم حرف اربعة. تمام. مش انت خلصت الميم. تعال روح لوحدة تانية. تعال مسلا روح للالف. الالف ده طلع منه الف دال. صح? وطلع منه الف ميم بس انا كتبت. وطلع منه ميم الف با. يبقى انا كده خلصت الف صح? فاضل با جيم. وفاضل جيم دال. يبقى تعال انا ادهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. طبعا احفر. تمام. دي طريقة. طريقة التانية بتحددهم بس. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة ستة سبعة. واللي ورا ده تمانية. بس ليه بحب اكتبهم عشان اقول لك اللي جاء دلوقتي. بقول له اسكروا المستقيمات التي تحمل الحرف الف الف تحمل احرف وتمره بالنقطة الف. عارف هتبقى حلها ازاي? اه. اي حاجة هنا فايا الف. ادي ميم الف. ادي الف دال. ادي الف با. في حاجة تانية فايا الف? لا. يبقى هما دول التلات مستقيمات اللي بتحمل الحرف الف الف. يبقى انا كده حليت سؤالين في نفس السؤال. طيب. كم عدد المستويات التي تحمل اوجه بالشكل? طب والله مش مهندس كم مستوى تعالي نشوف. اول حاجة بالنسبالي المستوى اللي هو بيتعين باي تلات نقط ليست على استقامة واحدة. اول مستوى هو الالف با ميم اللي هو المستوى ده. تاني مستوى بالنسبالي اللي هو ميم با جيم اللي هو المستوى ده. تالت مستوى بالنسبالي اللي هو ميم جيم دال اللي هو المستوى ده. كده معنا كام? تلاتة. طيب. المستوى اللي هو في الظهر اللي هو ميم الف دال ده كده اربع. طب القاعدة اللي هي الاف با جيم دال يبقى كام? يبقى خمس مستويات. تعالا وهي ما يعنيoli نكتب不对 وهو سؤال من السؤال قلنا واحد اشمو عندي ص República 3 قلنا عندنا مم الجيد الهوى بالازرق وعندنا مم بالجيد الهوى بالاسود وعندنا مم الجيد الهوى وعندناه الظهر وعندناه زوجобраз والت نفس القاعدة ولام الاو لاء يقولي ليسك إذا 300 مستويات تمر بالنقطة الف. لما تيجي نشوف فين الف? الف بق جيم دا. ادي واحد. ميم الف بق? ادي اتنين. ميم الف دا? تلات مستويات اللي بتمره بالنقطة الف. ما هو معنى ان هي تمره بالنقطة الف يبقى هي موجودة في النقطة الف. يبقى انا كده حددت له التلات مستويات سواء ارقام او سواء تسمية يا بشمارس. خلاص اتفقنا. تعالنا نشوف السؤال اللي بعده السؤال رقم اتنين. هو قريب قوي من السؤال اللي فات. بيقول لي اسكر سلاس مستقيمات تمر بالنقطة الف. حدد له كده النقطة الف. واي مستقيم رايح لها يبقى يمر به. لو جب بصصة الالف رحل الالف شرطة. يبقى الف الف شرط دالشرطة الف شرط باق شرطة الف شرط كان شرطة الف شرط بالنسباع للتلاتة دول كلهم اما احد الألف يبقى التلاتة دول تمروا بالألف يبقى كتبتهم اكتب المستقيمات التي تمروا بالنقطتن الف واق معا هادي الف و هادي الباق مناسبة للتعليه أن يمروا بالف وما برد частًا صح؟ لاعلم أن تقل لي سمن الكل اللي يمر للألف وكل اللي يمر Try لأ ده يقول لك في نفس الوقت هو ما فيش الله مستقيم واحد اللي هو ألف بقى صح يا بشمهندس ولا أنا بقول أي كلام ما هو الوقتي أنا معايا مستقيم وهو صح على النقطة تلس مهم ألف وبقى المستقيم الوحيد اللي بيمر بهم اللي هو نفسه لاني لو جبت واحد كده هو بيمر بألف بس جبت واحد كده بيمر بقى بس جبت واحد مال كده برضو بيمر بألف يفضل يمر بنقطة واحد فهو عايز يمره بالنقطتين في نفس الوقت اتفقنا؟ اتفقنا بقول له اكتب سلاس مستويات تمر بنقطة ألف تمام؟ شايف النقطة ألف؟ ايه تعال نشوف المستوى ده كده اهو لأنه موجود ألف يبقى أول مستوى هو ألف ألف شرطة بقى شرطة بقى اللي هو المستوى اللي بالأزرق تاني مستوى اللي هو بالأسود لأنه برضو فيه ألف اللي هو اسمه ايه؟ ألف شرطة بقى شرطة جيم شرطة ده الشرطة طيب عايز كمان مستوى الوافو الضهر ركز معاي الضهر اللي هو بقيته ده اللي بحاول أقرب لك الدنيا هو اللي هو اسمه الضهر ده والله يسمه ألف شرطة ألف ده شرط يبقى أنت كده بالنسبالك حددت له التلف مستويات اللي بيمروا بالنقطة ايه؟ بالنقطة ألف بيقول لي اكتب سلاس مستويات تمروا بالنقطتين ألف وبقى معا تمام؟ ركز بقى معاي ألف وبقى معا يعني لازم بالأتنين ده والله اللي موجود فيه ألف وبقى بقى شرطة بقى ده اول واحد والقعدة اللي تحت اللي هي الارض اسمها ايه? الف بقى الجيم ده كده جبنا كنين طفيني التالف بقى يا باش مهاندس ركز لي بقى في التالت مش انا دلوقتي خدت ده وخدت ده عايز واحد تاني بيمروا بالالف والبق عارف تجيبه ازاي ايو توصل الاقتار يعني ايه الاقتار يا باش مهاندس مش ده الف لو وصلته بالده ووصلت البق والجيم لو وصلت الالف بديه الشرط والبق بالجيم شرط اهو عشان الراسمة بس شكلها يبقى بشه بس مش مشكلة اخر سؤال يعني لو وصلت ده كده ووصلت ده كده شايف المستوى اللي هو بالازرق اللي اتخلق ده اه؟ ده كده باش مهاندس ده مستوى بمروا بالف بقى طيب اسمه ايه بقى؟ اسمه والبقى جيم شرطة ده الشرطة. خلاص? يبقى انا كده قلت له تلات مستوى بمروا ايه بالف وبقى. تمام? يبقى انا كده باش مهاندس حلنا السؤال ده الكتاب الكامل ويبقى كده السؤال خلص بالنسبالي تعالى نشوف يلا السؤال اللي بعده. تمام. السؤال اللي بعده اهو. بيقول لي ايه? بيقول لي في الشكل الموضح الذي يمثل حجرة الدراسة كأنها اوضة من الاخر. بيقول لي هاتلي المستقيمات التي تحمل احرف وكلهم منها يتقاطع مع الخط المستقيم الف بق. حدد لي كده الف بق. اهو. بيقول لي انا عايز المستقيمات اللي شايلة حرف يعني شايلة حرف وبتتقاطع مع الف شرطة اه مع الف بق. يبقى اي حاجة بتعد بيهم. طيب. اوي والواحد الف شرطة الف. يبقى بالنسبالي الف شرطة الف. خط المستقيم طبعا. تاني حاجة بتعد بيهم بق شرطة بق. بق شرطة بق. تالت حاجة ده الالف. ده الالف. رابع حاجة. جيم بق. جيم بق. يبقى ده بالنسبالي المستقيمات اللي شايلة حرف يعني بتعد بالرصين. وبالنسبالي انها بتعد باي? بق الف وبق. تمام. المستقيمات التي تحمل احرف وتوازي الف با والله قلنا اي حاجة بتوازي ها اي اما تحت اي اما فوق يبقى ده بيوازيه. الى هو بالليسود. وده الجم بيوازيه. وده الشرطة جم según شرطة اللي تحت بيوازيه. يبقى يدل الاربعة اللي بيوازوا اهو. لو جيت بسطة كده هتحسها منطقية. كل ده بيوازي معه. يبقى المستقبل اللي بتوازيه. اسمها ايه? اه احنا قلنا اسمها الف با ده اول واحد. بيوازي اللي تحت اللي هو ألف شرطة بقى شرطة بيوازي اللقصاده ده شرطة جيم شرطة بيوازي ده الجيم اتفقنا المستقيمات التي تحمل أحرف وكل منها يكون متخالف مع ألف بقى معنى كلمة متخالف يعني حكتين لا يقطع لا يوازي طيب مش احنا حددنا الارباع اللي بيوازيهم استبعدهم مش معايا عايزين الارباع اللي بقطعوا يعني ايه الارباع اللي بقطعوا الارباع اللي بيعدوا بألف وباء تعال نعملهم باللازم والله ده بيعد بألف وباء اللي هو ده وده بيعد بألف وباء اللي هو ده وده بيعد بألف وباء وده بيعد بألف وباء هكده جدنا اربعة بتوازهم واربعة بيتقطعهم يبقى الارباع اللي باقيين هم المخالفين طيب فين اللي لسه ما زلتهم ده الشرطة ألف شرطة يبقى ده الشرطة ألف شرطة جيم شرطة بقى شرطة دال دال شرط دال دال شرط جيم شرطة جيم او جيم جيم شرطة يبقى انا بالنسبة لي كده دول الاربعة المخالفين اللي سود بيوازي واللزلق بيقطع والباقي انا عايقل نمه 12 حرف يبقى فاضل اربعة خطة اربعة اربعة تمانية يبقى فاضل قيام اربعة يبقى بالنسبة لي كده ايه السؤال الخاص السؤال رقم اربعة السؤال بقى من الترخيص اللي هو في اول الفيديو لو رجعتله قد شوفه بقول له اسكر عدد المستوى التي تمره بنقوم 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 بقوم بنقوم 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 لي مستوى واحد ايه? مستوى واحد فقط. خلاص? تمام. ده من نسبة للسؤال رقم اربعة. تعال ما نشوف السؤال اللي بعد والسؤال رقم ايه? رقم خمس. بيقول لي قلب باق جيم دا قلب شرطة بقى جيم شرطة دا الشرطة مكعب طول حرفه ست. عين الاوضاع النسبية لكل زوج من المستقمات الاتئية. تمام. واحدة واحدة. قلب باق. مش. دا دا شرط. دا دا شرط. اولا الاوضاع النسبية للمستقمات يا اما متوازين يا اما متقطعين يا اما متخلفين. هل دول متوازين? لا. هل هم متقطعين? لا. طب هل هم متخلفين ايه? يبقى متخلفين. الف باق. دا شرطة جيم شرطة. الف باق اهو. دا شرطة جيم شرطة اللي هو ده. هل سنقوم بعمله بلون تاني ايه علاقة بألف باق؟ من الرسم تقول لك نفسك هؤلاء متوازين ألف باق و ألف شرطة دائر ألف شرطة دائر سوف تقول لي متوازين لأنه مائل عن التوازي هناك زاوية صغيرة هل سنقوم بعمله بمالهم متخلفة؟ ألف جي ألف جي ألف جي ألف شرطة دائر ألف شرطة دائر ألف شرطة دائر انت تحسينها عملت مستوى يبقى الاتنين دائر مالهم متوازين بالنسبة لي دائر مالهم متوازين ألف باق دائر مالدم مالجم دائر مالغ في الاتنين دول اه ده لمسين بعضة عنده نقطة اللي هي الالف يبقى بالنسبة لي ماله هم مش مهندس متقطعين حتى لو في نقطة نسموهم ايه متقطعين ما هو معنى ان هم لمسين يعنى متقطعين ماشي بقول لي عاوض عين الاوضاع النسبية لكل زوج من المستويات الاتين ماشي ده لسه في المستويات وانا بوسط الرسم عاصي بس ما فيش مشكلة كده انت هيبقى معاك الرسمة شوفها كده وحدد عليها ونقلها بره او ممكن نلقي على فكرة موضوع سهل مش ده مكعب ايو هنرسمه يلا لقنا حلهم هادي المكعب تحت كده مسميلي الف باق جيم دال هنا مسميلي الف شرطة باق شرطة جيم شرطة دال شرط حلو اهو رسمنا برسمة تانية ماشي مشكلة بيقول لي ايه الف باق باق شرطة الف شرطة اللي هو المستوى ده تقطب المستوى دال جيم جيم شرطة دال شرطة دال جيم جيم شرطة دال شرطة اللي هو المستوى اللي في الوش ده لو قلتلك دول كده مستوين مالهم متوازين صح? طالما المستوين اه ده بيقول لي عين الاوضاع بس قوله متوازين لسه اقولك التقطوع بفاجل صح بيقول لي عين وضع ماشي الف شرطة باق شرطة باق الف اللي هو نفس المستوى ده مع المستوى اللي اسمه الف شرطة باق شرطة اللي هو لا. جيم دال. جيم دال. اهي. يبقى هو بيقول لك مع المستوى ده اهو. الف شرطة بقى شرطة وجيم ودال. اهو. خلاص بالنسبة لي اللي اثنين دول كده. لو انا جيت اصلا يعني حاولت اوصل ما بينهم كده هيعملولي مستوى ورا. بس المستوين دول مالهم كده بالنسبة لي. لو جيت بصيت هتلاقي ان المستوين مالهم متقطعين. ليه? لان دي الف شرطة بقى شرطة. ودي الف شرطة ودي بقى شرطة. فيه احرف مكررة وتقطع ومستوين بيبقى خط مستقيم. هي بس مش هتبقى واضحة بالنسبة لك قوي. بس دي هدي الف شرطة وبقى شرطة. وقمت جاي رسم كده ايه? مستوى بس عشان بس الرسم مش دقيق. اللي هو المستوى ده كده. خلاص? اهو. يبقى هو كده متقطعين في ايه? في الف شرطة بقى شرطة. يبقى متقطعين. رقم متقطع دال شرطة. بقى شرطة دال. دال شرطة بقى شرطة دال. لو انت جيت بصيت كده يا باش مهندس دال شرطة بقى شرطة دال اللي هي باللي سود دي. طيب اسمح لي اعملها لك واحدة تانية عشان افاهمها لك. ادي المكعب. اوصل كده. ده الف باق جيم دال. الف شرطة بقى شرطة جيم شرطة دال شرطة. ماشي. بيقول لي ايه? الف باق جيم. الف باق جيم يعني بيقول لي المستوى اللي تحت. تقاطع المستوى دال شرطة. اهي. باق شرطة يبقى وصل بدي. دال اهي. لو انت بصيت كده على المستوى اللي هو باللي سود ده. ده موجود في الحطة اللي في الظهر صح? طيب ما موجود في الحطة اللي في الظهر يعني ممكن نسميه الف شرطة. الف دال دال شرطة. ايه التقاطع مع الخط اللي تحت او مع الارض? تقاطع الحطة مع الارض اللي هي الحتة اللي تحت دي. يبقى بالنسبة لالف دال يبقى حالتهم ملعب. متقاطعان. هي دي اللي انا عايزة وصلها في ال ايه? في الاخ. خلاص تمام? تعال نشوف رجم 3 بيقول لي ايه? بيقول لي باش مهندس اذا علمتها ان الف با عمودي. على الف دال. الف با عمودي. على الف دال شرطة. الف دال شرطة. احنا هنحتاج نرسم سابعين الرسمة بس ما فيش مشكلة. احنا اللي بوضنا الرسمة من الاول. اهي? الف با جيم دال. الف شرطة. با شرطة. جيم شرطة دال شرط. يقول لك اذا علمت ان الف با اللي هو دا. عمودي على الف دال شرط. هوصل الف دال دال شرطة. اهو. عمودي. فأوجد طول با دال شرطة. با دال شرطة اللي هو رجل. ماشي. هو في اول للسؤال كده قال لي معلومة مهمة. احنا خلاص رسمنا سبك بقى من السؤال تعال. بقول له طول حرفه ستة. يبقى دي بالنسبة لي ستة. طب ما هو من نسبة لي. الف دال شرطة ده بالنسبة لي ايه باش مهندس بالنسبة لي قطر. وقطر المكعب لان انا عارف ان احرف المكعب اللي هو مربع. ده ستة ودي ستة. ودي قيمة. يبقى بالنسبة لي ده ستة جزر اتنين. لانه طول الكطر يبقى جزر اتنين طول الحرف. يبقى دي من نسبة لي ستة جزر اتنين. طب ما انا معي المسلس بقى عمل كده. اهو. دي الالف اللي هو القيمة. ودي باش مهندس اتSubال شرطة. وهدي الباق. معايا ان الالف بقى بستة. ومعايا ان هالف ده الشرطة دي بستة جزر اتنين. عايز الوطر من فسا برس. يبقى جزر ستة قصة اتنين. لانه عايز الوطر زائد ستة جزر اتنين ايه? الكل قصة اتنين. تعال نعمل على الحاسبة بسرعة. فجزر ستة تلبية زائد افتح قص. ستة جزر اتنين الكل تلبية. تطلع معك بتساوي ستة جزر تلاتة. يبقى الطول بتاعي بيساوي ستة جزر تلاتة. ويبقى كده الموضوع بالنسبة لك ايه? خلاص. خلاص? تمام. تعالش بالسواة رقم ستة كده بيقول لي ايه? ويركز معاك. بيقول لي اذا كان السن ترمز لمستوى. لم ترمز لمستقيم. الف ترمز لنقطة. فارسم الاشكال. الف بينتمل لها. هو لم ده اصلا ايه? مستقيم. يبقى نرسم مستقيم اسمه لها. اهو. الف بتنتمي ايه? يعني الف موجود عليه? ادي الف. بس كده راس ما خلصت على فكر. تمام. بيقول لي لم بتنتمي سين. هي لم ايه? مستقيم ايه لم جزء جزء. سين بالنسبة له مستوى. يبقى يرسم المستوى اللي هو الكبير الاول. ادي سين. طالما لم جزء منه يبقى هي جوه. يبقى دي لم جزء من سين. خلاص? ماشي. تعال نشوف اللي بعدها. لم تقطع المستوى سين بيساو الف. قلنا طالما خط مستقيم. تقطع المستوى يبقى ايه? اطعو. يبقى انا معايا مستوى اهو. ومعايا كده خط مستقيم. المستوى اسمه سين. وده اسمه لا. ترى معطع اهو. يعني خرم الورقة كده ومعد النحاة التانية. وضع التخطع بيساو الف. يبقى انا كده لسا همتر له اسمة بتاعت. بيقول لي لم بيوازي سين. معايا مستوى اسمه سين. ومعايا خط مستقيم او مستقيم بيوازي. يبقى انا كده بيوازي. تمام? بيقول لي ايه? الف بينتمل سين. يبقى انا معايا مستوى. اسمه سين. والف موجود عليه. ماشي. نقطة. الف ما بتنتمش للام. يبقى انا. ولام جزء من سين. يبقى انا معايا خط مستقيم اسمه لام. والف ما بتنتمش منه يعني بياني عنه كده. بس كده خلاص يبقى انا كده رسمت ايه? الرسمة بتاعتي. خلاص? كده وشمهندس وصلنا لاخر حسرة النهاردة. اتمنى ان انا يكون ايدي تفيدك. اتمنى اكون وصلت لك المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة. ياريت لو استفدت تشترك في القناة. تفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشاري الفيديو عشان يوصل لا اكبر عدد ممكن من الناس. اشكراكم على اخير الفيديو الجاي كان معك مهندس حسام من قناة حسام ميرا دياد. وشكرا جدا.